السهل الخير و أهلا وسهلا من كل الأهلوية اللي بيبدأ حلقة النهاردة من السادسة في بداية حلقة حياتي لكم وما يعني مع اللحظات الأولى لموجهات النهاردة بدأت مرحلة ضرب النار كل الحقيقة النهاردة رفع شعار لا تراجع ولا استسلام صحيح لسه في دور المجموعات لكن المطشين اللي عوانين دايما بتبقى الحسابات في الزهنية وفي العقلية بالورع والقلم فيه فرصة دايما للتعويد لكن النهاردة خلاص ما فيش فرصة اللي هيوصل هيوصل والي هيروح هيروح النهاردة الحقيقة يمكن عندنا مواجهتين في المجموعة الأولى بين قطر البلد المضيف اللي خلاص يعني خرجت فعليا من كاس العالم في مواجهة هولندا واحد من الفرقة المرشحة الفرقة القوية يعني وبتبحث عن الخروج المشرف زي ما بيقول يعني التعبير يعني فكرة أنها تحاول تعمل أي حاجة في مشاركتها أقولها في كاس العالم بعد المخاسرة أول لقائين وفي نفس التوقيت مواجهة نارية نارية بكل ما تحملوا الكلمة من معاني لأنه عندنا فرقتين بيبحثوا عن فرصة للتأهل السنغال في مواجهة الإكوادور فرقتين اللي حقيقة قدموا أوراق اعتمادهم بشكل كبير جدا الإكوادور واحدة من الفرق اللي فجأت الحقيقة الناس كلها لم يكنش حد متوقع أنها تظهر بالشكل ده لكنها بدأت بشكل جيد جدا أمام قطر ثم تعادل مع هولندا خفز على فرصتها والنهاردة مكسب السنغال يوصلها داريكلي مع هولندا المطشين لغاية الوقتي لصالح هولندا ولصالح السنغال بالليل عندنا مواجهات رياضية بنكهة سياسية طبعا إيران في مواجهة الهات المتحدة الأمريكية وكمان إنجلترا في مواجهة ويز لكن لـ 72 ساعة الأخيرة يمكنش إحنا مقابلناكمش في السادسة في اليومين الأخرينين كانوا يعني ولا أروع بالنسبة للكورة العربية وكورة الأفريقية المغرب أمام بلجيكا قدمت عرض أكتر من رائع وقدرت تكسب بلجيكا بنتيجة 2-0 وكسبتنا الرهان لأننا من الأول خالص مراهن على السعودية ومراهن على المغرب ومراهن على السنغال من محطنا العربي والأفريقي بالتلاتة الحقيقة ما خزنوناش قدموا عروض في منتهى القوة ومازال التلاتة عندهم فرص كبيرة جدا للوصول لدور الستاشر غانا بالنسبة لي كانت مفاجئة وخصوصا في مباراتها الأخيرة مبارات البرتغال اللي بشوف أنها تظلمت فيها تحكمية يعني بس خلاص اللي حصل حصل خسرت في مبارات البرتغال 3-2 لكن رجعت وصححت أو ضحق وبان شخصية المنتخب البلاك ستارز أو النجوم السوداء قدام منتخب كوريا وحصلوا على أول 3 نقاط في مجموعاتهم وفرصتهم كويسة جدا خصوصا بعد ما البرتغال كسبت أورجوي وبالتالي غانا عندها فرصة كبيرة للتأهل الوحيدة اللي رجعت بس متأخر قوي كانت الكاميرون طبعا بتعادل أمام سربيا 3-3 لكن فرصتها صعبة جدا 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 وتحتاج لمعجزة عشان تتأهل والمعجزة دي تتمثل في مين في الفوز على الصنبا في الفوز على منتخب البرازيل اللي غاب الحقيقة شكله وغابة شخصيته وتراجع كبير بشوف مستوى البرازيل مقارنة بالمباراة الأولانية طبعا في ظل غياب نمار فيه ضيوف معانا هنا رهنوا على أن البرازيل مع نمار أو يعني مع غياب نمار هتظهر بشكل أفضل وفيه ناس قالت لا نمار هو القلب النابض هو العقل المفكر هو المحرك الأساسي لقوة البرازيل وقد كان عانت الحقيقة البرازيل أمام سويسرا وإن كانت المباراة طبعا انتهت بهدف إنقاذ أحرزه طبعا كازي ميرو على كل أحوال فيه مجموعات حسمت بالفعل وفيه مجموعات فيها حزبة بيرما إحنا النهاردة مع أول أيام الجولة الثالثة من دور المجموعات هنقول لحضراتكم مين الفرصه أكبر ومين المرشح للتأهل عن المجموعات ونعدي سريعا كده نشوف جدول الترتيب في كاس العالم واصل لغاية فيه ترجمة نانسي قنقر